جيوش لا تمتلك ولا طائرة عسكرية واحدة ودول ساحلية ليست لديها قطع بحرية وميزانيات دفاع أقل ما يقال عنها أنها هزيلة هذا ما كشف عنه أشهر موقع متخصص بالشؤون العسكرية وهو موقع Global Firepower الأمريكي الذي يعتمد على أكثر من خمسين معيار لتصنيف جيوش العالم من حيث القوة فيأخذ بعين الاعتبار ميزانية الدفاع لكل دولة وعدد أفراد الجيش وعدد السكان ونوعية الأسلحة التي يملكها كل بلد ليس هذا فقط بل يعتمد أيضا على جغرافيا البلد ومواردها الطبيعية ونحن سنعتمد على نفس الموقع ونكشف لكم عن أضعف عشرة جيوش في العالم جمهورية إفريقيا الوسطى بلد غير ساحلي وسط أفريقيا تحدها تشاد والسودان من الشمال وجنوب السودان من الشرق وجمهوريتي الكونغو والكونغو الديمقراطية من الجنوب والكاميرون من الغرب يقترب عدد سكانها من الست ملايين نسمة فيما يبلغ عدد الأفراد العسكريين فيها حوالي ستة آلاف فرد وتمتلك ستة طائرات فقط ليس بينها ولا واحدة مقاتلة ومن بين تسعة وسبعين عربة عسكرية برية لا تمتلك سوى أربع دبابات فقط وليست لديها أي قوة بحرية على الإطلاق أما ميزانية الدفاع لديها فهي أقل من 20 مليون دولار أمريكي دولة تقع في غرب وسط أفريقيا يحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية والكاميرون من الشمال وجمهورية الكونغو من الشرق والجنوب ويبلغ مجموع سكانها حوالي مليونين نسمة فيما يبلغ عدد الأفراد العسكريين فيها خمسة آلاف جندي فقط وبحوزتها 33 طائرة من بينها 6 طائرات مقاتلات فقط وتمتلك 280 عربة عسكرية ليس بينها ولا دبابة ورغم أنها دولة ساحلية إلا أنها لا تمتلك سوى عشر قطع بحرية عبارة عن زوارق عسكرية أما ميزانيتها الدفاعية فلا تتجاوز 80 مليون دولار دولة لاوس بلد غير ساحلي يقع في قلب شبه جزيرة الهند الصينية تحدها ميانمار والصين من الشمال وفيتنام من الشرق وكمبوديا من الجنوب وتايلاند من الغرب يبلغ عدد سكان لاوس حوالي 7 ملايين نسمة ويبلغ عدد الأفراد العسكريين فيها 130 ألف مقاتل وتمتلك 64 طائرة ليس بينها ولا واحدة مقاتلة كما تمتلك 389 عربة برية ليس بينها دبابات وبحوزتها أيضا 79 قطعة بحرية عبارة عن مراكب وزوارق عسكرية فيما تبلغ ميزانيتها الدفاعية حوالي 20 مليون دولار تعتبر إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية يحدها من الشمال البحر الكاريبي والمحيط الأطلنتي ومن الجنوب المحيط الهادئ ومن الجنوب الشرقي كولومبيا ومن الشمال الغربي كوستاريكا يبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة أما عدد القوات المسلحة فيها فلا يتعدى 34 ألف جندي وليست لديها ولا طائرة مقاتلة واحدة من بين 27 طائرة التي تملكها كما لا تمتلك أي تدبابة من بين 26 عربة عسكرية أما قطعها البحرية فيبلغ عددها 20 قطعة فقط جميعها زوارق عسكرية وميزانية الدفاع لديها لا تكاد تتعدى 20 مليون دولار البصنة والهيرسك تقع داخل البلقان في شرق أوروبا وفي منتصف الدول التي كانت تشكل دولة يغوزلافيا سابقا يبلغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة بقليل وعدد الأفراد العسكريين فيها يبلغ حوالي 14 ألف عسكري وتمتلك هذه القوات واحدة وثلاثين طائرة ولا واحدة منها مقاتلة فيما يبلغ عدد قطعها البرية 414 عربة من بينها 149 دبابة ورغم أنها تمتلك ساحلا ضيقا لا يتعدى طوله 20 كيلومترا إلا أنها لا تمتلك أي قطعة بحرية وميزانيتها الدفاعية حوالي 250 مليون دولار لغير سيرليون دولة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لغرب إفريقيا تحدها لبيريا من الجنوب الشرقي وغينيا من الشمال الشرقي ويبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين ونصف المليون نسمة في حين أن عدد قواتها المسلحة يبلغ حوالي 11 ألف مقاتل ويوجد بحوزتها 7 طائرات وطبعا ولا واحدة منها مقاتلة كما تمتلك 12 عربة عسكرية دون أي دبابة أما بالنسبة للقطع البحرية فهي تمتلك 10 زوارق وميزارية الدفاع بها لا تتعدى 13 مليون دولار سورينام دولة تقع في شمال أمريكا الجنوبية تحدها من الشرق جيانا الفرنسية ومن الغرب جيانا أما من الجنوب فتحدها البرازيل ومن الشمال المحيط الأطلسي عدد سكانها أكثر من 600 ألف نسمة بقليل ويبلغ عدد الأفراد العسكريين فيها حوالي 2000 مقاتل في حين تمتلك 3 طائرات ولا واحدة منها مقاتلة ولديها 40 عربة عسكرية ليس فيها ولا دبابة وقوتها البحرية لا تتعدى 3 قطاع حربية عبارة عن زوارق أما ميزانيتها العسكرية فهي أربعة وستون مليون دولار أمريكي الصومال هي دولة عربية تقع في منطقة القرن الإفريقي في شرق أفريقيا ويحدها من الشمال الغربي جيبوتي ومن الجنوب الغربي كينيا ومن الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي ومن الغرب أثيوبيا يبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة في حين أن عدد الأفراد العسكريين فيها لا يتجاوز 16 ألف فرد وتمتلك 25 طائرة دون أي طائرة مقاتلة كما أنها تمتلك 800 عربة عسكرية من بينها 140 دبابة وفي حين أنها تمتلك ثاني أطول سواحل في إفريقيا بعد المملكة المغربية فإن عدد قطعها البحرية لا يتعدى 14 قطعة جلها عبارة عن زوارق حربية وميزانيتها الدفاعية 59 مليون دولار فقط ليبيريا تقع في غرب أفريقيا تحدها سيرليون من الغرب وغينيا من الشمال وساحل العاج من الشرق وعدد سكانها يبلغ حوالي 5 ملايين نسمة بينما عدد أفرادها العسكريين لا يتعدى 1500 عسكري ولا تمتلك لا طائرات ولا دبابات ورغم أنها دولة ساحلية إلا أنها لا تمتلك أي قوات بحرية أيضا وميزانية الدفاع فيها لا تتجاوز 10 مليون دولار بوتان بلد غير ساحلي في جنوب آسيا وتقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا عدد سكانها أقل من المليون نسمة بينما عدد قواتها المسلحة لا يتجاوز 8000 مقاتل وتمتلك طائرتين فقط وليست فيهما طائرة مقاتلة كما أنها لا تمتلك أي تدبابة ولا أي قوة بحرية على الإطلاق وميزانيتها الحربية أقل من 10 مليون دولار إذا أعجبتك الحلقة فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصل بإشعارات الحلقات القادمة كان معكم محمد من قناة مجال ودمتم بألف خير